وكل صوت الشورب نتكلم فيه أنا وإنت بس إيه جديد؟ إيه الترتيب؟ إيه الأبليكيشنز الأهم؟ أو الأكتر شعبية؟ أما تيجي تتكلم على مستوى العالم كله هتلاقي نمرة واحد برضو فيسبوك مازال آه نمرة واحد والتاني أنا بكلم على العالم والتاني اليوتيوب والتالت الووتساب خد بالك الووتساب بدأ يطلع يبقى كده أول حاجة فيسبوك؟ آه التاني يوتيوب أيها ده على العالم آه التالت ووتساب بالرابع إنستجرام آه الخامس تيك توك السادس المسنجر ده بالنسبة للعالم بقى أما نيجي نتكلم على مصر هتلاقي برضو نمرة واحد فيسبوك برضو موجودة في مصر بس نمرة اتنين ووتساب كانت نمرة ثلاثة للعالم آه لكن بالنسبة لمصر الووتساب كله بيستعمل ووتساب فده نمرة اتنين يعني نمرة ثلاثة اليوتيوب اللي هي نمرة اتنين على العالم عندنا نمرة ثلاثة يعني التغييرات ما هي إنستجرام نمرة أربعة في الحالتين على مستوى العالم وعلى مستوى مصر المسنجر نمرة خمسة والتيك توك نمرة ستة عندنا هو نمرة خمسة على مستوى العالمي فهنا عندنا في مصر الفيسبوك نمرة واحد الواتساب نمرة اثنين اليوتيوب نمرة ثلاثة انستجرام نمرة اربعة المنسينجر نمرة خمسة تيك توك نمرة ستة يعني ما فيش اختلافات كبيرة لكن هو ده بالنسبة لنا بقدر بنتكلم في المصر هو بيقص بعدد المستخدمين يا سيد محمد اه طبع انت عندك اتنين وخمسين مليون مستخدم في مصر لي ايه بالزبط لكل السوشال ميديا وصال التواصل اتنين وخمسين مليون يعني تقريبا تمانية اربعين تسعة اربعين في المية من السكان يعني خمسين في المية يعني نص السكان بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وده رقم رهيب خلد بارك عشان بس تفكر انت ستفكر مكلم في اربعين في المية السنة دي في عشرين اتنين وعشرين زدنا تمانية في المية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي السنة دي زاد تمانية في المية احنا بالنسبة للعالم كله ترتبنا تقريبا نمر 16 في استخدام السوشيال ميديا يعني برضو رقم متقدم يعني احنا بنستخدم سوشيال ميديا جديد كتير بقولك بنكلم في 52 مليون بتخيل انت 52 مليون مصري بيستخدمه سوشيال ميديا هي الفكرة كلها بتستخدمه بشكل هادف ولا بشكل غير هادف عندنا بقى المشكلة عملنا حاجة جديدة بقى الشامل اللي عايزة أكلمك فيها النهاردة احنا سألنا الناس بقى الأسبوع ده الجديد في ايه هو مزايا ايه بالنسبة لك انت شخصية يعني دايما كنا بنكلم في ايه ايه مزايا الوسائل التواصل الاجتماعي وايه عيوبة فبنتكلم بصفة عامة سواء تأثيرها على المجتمع تأثيرها على الناس لا انا عايزة أقول تأثيرها عليك انت شخصية انت نفسك كشخص مزايا ايه انا عايزة أقول لحك انا كذا مرة مثلا انا يعني بيحصل عندي زهاء جدا من الفيسبوك ايوة كتير هو عامل دي اكتفيت احس ان انا مغيب هو مرجعه تاني هو وسيلة معرفة غير عادية اه طبعا معدي ميزة بالنسبة لي انا شخصيا على الاقل انت بتكلم في الايجابيات عايزة نبدأ ايجابيات ولا سلبات عليك انت شخصيا على الشخص نفسه خلينا نبدأ بعيوبها ايه او تأثيرها السلبي ايه على الناس بتكلم في الحاجات دي ورغم كده عندك 52 مليون بيستخدموها بس فيه ناس بتستخدم بغزارة فعشان كده بيبقى لها تأثير اول حاجة بتعمل توطر للناس بيحس بتوطر اخبار بقى كتير واخد ودي ومتنشي ومشدود تاني حاجة بتعمل اكتئاب لان انت فيه ناس بتقعد فيها 8-9 ساعات فده بيؤدي الى اكتئاب عدم النوم فيه ناس ما بيتنامش ما انت مسك الموبايل والموبايل بيشد عصابك والاخبار فيها والتواصل ده كله ما بيخليكش تعرفتين الادمان بقى هنا فيه ناس بتقولك انا بقيت مدمن ما اقدرش ما استعملوش يعني ما اقدرش فيه ناس قال ما اقدرش بيعمل بقى وده كنا برضو كلمة بيعمل حاجة اسمه العزلة والوحدة لوحدي يقعد في البيت لوحدي بس اعمل سوشيال ميديا اللي جنبي دول ولا فريق معايا صحابي ولا بقى انا بس ايه بقيت في عزلة انت عايش في العالم بتاعك اه بس بيتعزلة وحدة طبعا فيه سبب رئيسي اضاعة الوقت فيه وقت سمين جدا بيضيع مننا زي ما قلت لك فيه العمر اللي الصغير اللي عمر المراقين بيضيعه حوالي تسعة ساعات في اليوم باخد بالك اوه معدل اربع ساعات لكن فيه شباب صغير بيضيع تسعة ساعات في اليوم يعني كمان اللعيب التاني او السادس بالنسبة للينا اختلاق الخصوصي بيخترق خصوصيتي بيخش في باشا ما انت السابق هو حد بيخش خصوصيتك غزبا عنك يعني فدي العيوب اللي هما اللي الناس شايفاها اه